السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة طلبات الصف الأول السنوي هنبدأ إن شاء الله الحلقة رقم 5 في الفيزياء حل التدريبات كتاب الامتحان إن شاء الله نبدأ النهاردة حل المسائل بإذن الله صفحة 32 صفحة 32 كتاب الامتحان كتاب الامتحان طبعا ديات الحلقة قلنا رقم 5 إن شاء الله عشان نتابع بس الحلقات دي المسائل المقالية أو اللي هنقولون عليها المسائل في الفيزياء طبعا ناخد بالنا برضو حكاية إن أطارها تبقى تخير بس أو مسائل نشغل بالإثنين إن شاء الله نيجي أول مسألة أول مسألة نحل لها مع بعض كده رقم 1 نسر كتلته 10 كيلو جرام يطير بسرعة كاز وغزالة كتلتها بتجري بسرعة كاز أي يوم أكبر في جمية التحرق طبعا حاجة زي ديت هنبدأ بالراحة خلاص كده مع بعض هنقول كمية التحرق بالنسبة ليه كاتب للأول إيه النسر كمية التحرق بالنسبة للنسر كمية التحرق بالنسبة للنسر هتساوي الام ام خلاص إيه في في طيب بالنسبة ليه الغزالة كمية التحرق بالنسبة ليه الغزالة هتساوي ام في طيب نجيب بالنسبة للنسر الأول الفي الام عشرة في عشرين هتساوي متين طبعا واحدة الكياس معروفة كيلو جرام متر على إيه الثاني طيب نجيب بالنسبة ليه الغزالة هتساوي بيقول لي الغزالة كتلتها خمسين وبتجري بسرعة كام خمسة متر على الثانية يبقى متين وخمسين كيلو جرام متر على الثانية إذن أيهم أكبر في كمية التحرق هنقول كمية تحرق الآيه الغزالة أكبر لأنه دي متين وخمسين وبالنسبة للإيه للنسر متين يبقى هنقول آه كمية تحرق الغزالة أكبر آدي رقم واحد رقم اتنين جسم كتلته رقم اتنين جسم كتلته نص كيلو جرام يبقى بنكتب البيانات البيانات مهمة طبعا البيانات نكتبها خطوة خطوة كلا مع بعض آه بيقول لي الكتلة كتلة يساوي نص كيلو جرام كتلة نص كيلو جرام سقوط حر أول تسقط سقوط حر فيه حاجتين لازم اكتبهم من دماغي إن فيه قي بتساوي زيرو والعجلة بتساوي كام عشر بالموجب خلاص أساسيات ها يسقط سقوطا حرا من قمة برج فوصل إلى سطح الأرض بعد الزمن قدره ايه أربع ثواني أربع ثواني يبقى أنا عندي الضمن كام بيساوي أربع ايه ثواني أربع ثواني هو طالب مني ايه بقى طالب مني كمية التحرك التي يصل بها الجسم إلى الأرض كمية التحرك أنا عندي أكتب القانون وأشوف إيه اللي نقص لو كل حاجة جاهزة بنعوض على طول يبقى بي ام بي بتساوي الام في ايه في السرعة طيب بالراحة خلاص كده أنا عندي الكتلة خلاص عند السرعة الابتدائية مش عاوز أنا عاوز السرعة النهائية لنبقول لي عشان يوصل لسطح الأرض يبقى مطلوب الوقت السرعة النهائية أجيبها منين أقولك لهو من معادلة التالتة معادلة لا نجيب الأولى الأولى هي اللي ايه تمشي فيه اف بيساوي فيه اي زائد اي تي فيه اي بصفر يبقى الفي اف على طولها تساوي العجلة كام عشرة ها الزمن كام اربعة وبص كده في المعلومات اللي عندنا العشرة فاربعة بكام باربعي اربعين ايه متر على الثاني نبدأ نعوض نعوض على طول أنا عند القانون فوقها مكتوبة يبقى الكتلة عندك نص ها السرعة النهائية عشان وصلها لسطح الأرض بيساوي كام طلات كام اربعين ها نصف اربعين بكام تساوي عشرين عشرين ايه هو عاوز كمية التحرك اخد بالي من وحدات القياس كيلو جرام متر على الثاني يبقى ده المطلوب بالنسبة لي ويهي الناتج عندنا عشرين فين الناتج عشرين كيلو جرام متر على ايه الثاني طيب رقم تلاتة جسمان كتلة الاول خمسة كيلو جرام يتحرك بسرعة كذا فاذا كانت كتلة التاني كذا احسب سرعة الجسم التاني اذا كان الجسمين نفس كمية الايه التحرك يعني نفس الجسمين لهم نفس كمية التحرك اذا هنبدأ الخطوة كالقاتي انا عندي جمية التحرك بالنسبة للجسم الاول ها بتساوي ام وان ها في وان طب التاني ام تو في تو طب دي بيساوي ده اذا الاتنين دول بيساوي بعض انا بجيبها لكم الاول برضو خالص عشان نفهم مش عايزين برضو ايه نحل اي حاج ونفكر مع بعض ونرجع قوانين لمصلحكم قوانين ترمى اول والترمى تاني وانا لخصتها لكم في الحلقة الاولى والتاني يبقى انا عندي استنتجة ان ام وان في وان بتساوي ام تو في تو منين ان كميتين التحرك بتاعتهم سبتة زي بعض يبقى الطرف الايصر متساوي اذا الطرف الايمن ايه متساوي نبدأ بقى نشوف طلباته بيقول لي جسمان كتلة الاول وبص وبالراحة ومحدش يا ايه اه صار بعض انا عايز احل بصرعة عايز اخلص عايز كزا لا اه عندي هنا الكتلة الاولية خمسة بضربها في السرعة الاولية اللي هي عشرين هتساوي الكتلة التانية كام خمستاشر بضربها في مين في تو اللي نعاوز طب ما نختصر كده في اختصارات اه على الخمسة فالواحد على الخمسة فالتلات يعني ايه يعني تلاتة في تو بتساوي عشرين يعني ايه برضو ما نقسم طرفاق الايه معادلة على تلات عشان نكنسل التلات ازا في تو هتساوي عشرين على كام تلاتة بالالة الحسبة هتطلع ستة وستة من عشرة او سبعة وستين ايه من مية متر على ايه الثانية وحدات القياس مهمة في الفيزية بننقص الفيزية ليه لاني ساعات بنحل من غير ما نكتب ايه وحدات القياس ودي مشكلة بصراحة في الفيزية لازم ناخد بالنا من طيب نيجي رقم اربعة رقم اربعة اوجد القوة اللازمة لتعجيل كتلة مقدرها عشرة كيلو جرام تتحرك في خط مستقيم بحيث بحيث تتحرك في خط مستقيم بحيث تتغير سرعتها من اربعة وخمسين كيلو متر على الساعة الى مية وتمانية كيلو متر على الساعة خلال عشر ايه سوان ناخد بالنا من المسألة دي ليه اولا انا عندي دي رقم اربعة رقم اربعة نبدأ نفكر فيها بالراحة كيلو مع بعض هو طالب من القوة اللازمة لتعجيل خلاص ها كتلة مقدرها كازي يعني كتلة في ايه في عجل هي المسألة ما فيهاش حاجة الا فكرة ايه اللي هنشتغل مباشر يعني ايه هنشتغل مباشر يعني انا عندي الكتلة موجودة اه تابعوا العجلة اعطي ليه بياناتها يعني ايه بياناتها يعني نحل على طول الكتلة كام ها نتعجي الكتلة مقدرها عشر العجلة اجيبها منين اعطيني في تو ناقص في ون يعني ايه مية وتمانية ناقص اربعة وخمسين اربعة وخمسين ها على مين على عشر بس اخدوا بالكم لسه هنحول يبقى نضرب ايه فيه الف ها نكنسل العشرة مع العشرة الاو يبقى يساوي المقدار اللي هطلع لي اربعة وخمسين بس هضربه فيه الف على ستين في ستين ها صفرين مع صفرين يبقى فيه عشرة فوق بس هنا ستة وتلاتين الستة وتلاتين اه نختصر كده ستة فالواحد عالستة فالتسعة خلاص على التلاتة فيها الايه الاتنين على التلاتة فيها التلاتة يبقى تلاتة في عشرة بتلاتين يعني بيساوي كام خمستاشر نيوتن من غير قدر حسبة من غير اي حاجة اللي عايز يتشغل بالقادر حسبة ما فيش مشكلة خلاص ما فيش مانع في ذلك خلاص طيب بعد كده بعد كده المسألة اللي بعدها انا بستعجل شوية برضو عشان ايه ان انت في مشكلة فنحاول بقدر امكان ايه نخلص على الاقل خمس مسائل النهاردة الجسم كتلته ام اثرت عليه قوة مختلفة القوة المختلفة ده ايت قوة مختلفة فتغيرت العجل المهم عاطلة جدول علاقة بين اف و ايه قال لي ارسم على المحور الافقي ها ارسم على المحور الافقي اف والمحور الرأسي ايه عشان ما نضيعش وقت اتفضل يا استاس يبقى المحور الافقي عندنا الاف خلاص وهنا ايه العجلة انا واخدين دايما ان الايه العجلة اللي فوق القوة اللي فوق والعجلة تحت اه طبعا انا ما عنديش رسم بياني وراءة رسم بياني الوقتي فبنرسم طبعا خط مستقيم عرفت منين لو اسمت عشر على الواحد فالعشرة المهم بتعتبر ايه عندي في اه كميات متساوية في ازمنا ايه متساوية شبيهة بيها بس هنا عنده قوة وايه وعجلة نخلينا بقى كده في المضمون نبدأ شوفوا نعمل ايه دي مش فابريكة ولا حاجة بس طالما ما عنديش رسم بياني انا هشتغل كده اهو ونشوف القوة هنا عشرة لما كانت العجلة ايه واحد يبقى الترتيب هنا اهو واحد وهنا عشر من غير ما بص بقى كده شوفوا نعمل ايه هتقول لأ استاذ بيعلمنا ان احنا ايه هنشتغل بالفالوة لا طبعا ما عنديش رسم بيان لو عندي رسم بياني هشتغل صح هنا اتنين وهنا ايه عشرين وهنبص في الجدول الوقت تلاتة تلاتين اربعة اربعين واضحة جدا خمسة خمسين يبقى انا رسمت بالراحة كاني معايا ايه وراءة رسم ايه بياني يبقى بالراحة خلص كده نبص على الجدول اه يبقى الوقت هنا عند واحد كان عشرة قوة يبقى الرسم بياني خلاص رسمناه من الرسم اوجد دلالة الميل ومقداره الميل ومقداره اه نشوف الميل ومقداره نجيبه ازاي اولا بالراحة الميل انا عندي ايه على اف ما هو ده ميل الخط المستقيم يعني ايه المقابل على مين المجاور طب المقابل اللي هنا عندي كام اولا قبل ما اجيبه انا عاوز اعرف ميل الخط المستقيم في الرسمة دي بيتساوي ايه بيتساوي واحد على ام لكن هو ده ميل الخط المستقيم اه ميل الخط المستقيم بيتساوي واحد على ام اه طيب بتساوي ايه بقى في الارقام انا عندي هنا المقابل المقابل اللي هو العجلة هنا هيكون كام من واحد لخمسة من خمسة الواحد يعني هتساوي خمسة ها على المجاور خمسين نختصر على الخمسة فقى الواحد على الخمسة فقى العشرة ازا الميل اللي هو واحد على ام هيساوي واحد على عشرة واحد على عشرة ولازم اعرف وحدة القياسة تبقى ايه ها الكتلة كيلو جرام وس سالب ايه واحد. هو معكوس الكتلة. ما المفروض اقول واحد على ايه? كيلو جرام. هطلعها باشارة ايه? مخالف. يبقى انا رسمت الرسمة. ده المطلوب قال ايه رقم واحد. رقم اتنين جبتي ميل الخط المستقيم. اللي هو واحد ام. خلاص. هو مقداره. كام? واحد على عشرة. كيلو جرام ايه? كيلو جرام. بالنسبة ايه? وس سالب ايه? واحد. خلاص. انا اكتفي بهذا القدر النهاردة ان شاء الله. بازن الله هنحاول الحلقات القادمة نحل مسائل والاختيارات. طبعا بقدر الامكان نتواصل سويا. نشترك في القناة عشان يوصل لكم دايما حلقات كيميا فيزياء احياء. زي ما احنا باشيين كده ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة ضمياط الجديدة. والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.